السؤال هذا الطرف لازم نسويب هذا الطرف واذا اريد حل هذا السؤال لازم اكو قواعد امشي عليها اللي هنا ذني زين او وش نجي على هذا الاي اكو قاعدة تقول لنا خلنا نكتب القواعدة هنا اي شي ساوي لنا اي زادن اي بي الاي يقدر استبداله كله بهذا الطرف يعني هذا الاي شي يصير اي زادن اي بي هذا الاي دي اي داش اللي بي ينزل كما هو اي داش في بي هساني ساويت هذا الاي بدلته بهذا الطرف اي داش اللي بي نزل كما هو زين اكو قاعدة ثانية شو تقول الاي شي ساوي لنا اي في اي زين خلنا نطبقها بعدها هذا الاي شا هصير اي اي بدا هذا الاي يكتبت اي اي حسابها القاعدة اي شي ساوي انه اي و اي زادن الب ينزل كما هو زادن ال ا داش للب ينزل كما هو هذا الاي ليصار اي هذا الاي بي نزل كما هو اي داش للب نزل كما هو لاحظة إلى الصفر مايأثر اذا أضافصفر埸 معادلة عمود استبدل بالصفر فالشي احتاجه اذن قاعدة شو تقول الصفر شو يساوي انه A' لل A A' في A يساوي انه صفر اذن لحستبدل هذا الصفر بشنو A' في A هذا يزل كما هو A A زاعدا A' يزل كما هو A B زاعدا A' B يزل كما هو A' B زاعدا والصفر شح يصير A' A A' A' هذا صار H جيد اذا قاعدت بالمعادلة هذا سوي واحدة ويهذا وهذا سوي واحدة يعني شنو هذا ال A لأي اجمعوه هذا على واحد يعني A A زاعدا A' وهذا اجمعوه ذاك بواحدة A B زاعدا A' يعني بس هذا اجبته هنا وهذا اجبته هنا بس رتبته عزيش اخذ A عامل مشترك من هذا الطرف هذا الطرف A A زاعدا A' زاعدا A' هنا اخذ B عامل مشترك هذا B هذا B وهنا اخذت هذا وهذا عامل مشترك هنا B قوس A زاعدا A' داش اخذ قاعدة ما تقول A زاعدا A داش يسوي انه واحد يعني هذا A مضروب في واحد مساعدا هذا كله صار واحد B هذا مضروب في واحد والش يسوي انه A زاعدا B اللي هو هذا اذا هذا الطرف هو نفس هذا الطرف اذا قدرنا سوينا هذا بهذا حالة خلاص الحالة اشتركوا في القناة